ما ارعب هذا الصوت الا المدنيين وما اقضى سوى مضجع المواطنين المكتوين باستبداد العميل ونيران الدخيل منذ ان اصبح العراق مشاعا للمحتلين قبل 17 عاما امسيات بغدادية مرعبة تنام وتصح المدينة على صوت قذائفها ودوي انفجاراتها نتيجة ما يصح وصفه بقصف صاروخي استعراضي تقوم به الميليشيات لمحيط السفارة الامريكية والمراكز المهمة في المنطقة الخضراء وازدادت وتيرة هذه الهجمات منذ مقتل قاسم سليماني بقصف امريكي قرب مطار بغداد مستهل عام 2020 اضاءة سريعة على هذه الهجمات تكشف انها اضرت بالمناطق السكنية مقابلا عدم ضررها بالمصالح الامريكية فلم يقتل او يصب امريكي واحد في حين اضرت بكثير من منازل بغداد والمراكز التجارية وبالتالي فان ابعادها لا تتعدى استعراض القوة وايهام الاتباع بمحاربة الوجود الامريكي واشنطن تدرك ذلك وتقابل هذا القصف الميليشيوي العبثي بقصف مماثل غير مضر ضمن لعبة عسكرية وصفها مأحد واشنطن لدراسات الشرق الادنى بالمضايقة الزائفة بين الطرفين الامريكي والايراني واستشهد المعهد بعدة عمليات قصف متبادل حيث تقوم الميليشيات بقصف مكان يكون التحالف الدولي قد اخلاه وفي المقابل ترد امريكا بضرب مباني خالية من الميليشيات كما حصل عندما قصفت القوات الامريكية مباني غير مأهولة مرتبطة بميليشيا حزب الله بعد مقتل امريكيين اثنين في التاجي شمال بغداد ويخلص المعهد الى ان السلوك العسكري للميليشيات ضد القواعد الامريكية محصور بهجمات غير فتاكة واقرب الى هجمات ترويجية دعائية ذات اثر مزيف من ضحية هذه اللعبة اذا؟ انهم اصحاب الارض الذين ارغموا على استضافة متصارعين على مقدرات البلد وموقعه الاستراتيجي اشتركوا في القناة